اعتداء جديد بحق أبناء شعبنا في قرية شوفي جنوب شرق طولكر حيث صادلت سلطات الاحتلال أكثر من خمس دنومات من أراضي القرية تحت بند وضع اليد لأغراض عسكرية وذلك بهدف شق طريق لصالح مستوطنة أفني حيفز الجاثمة على أرض القرية والقرى المجاورة حيث تعود هذه الأراضي لعائلة حامد التي خسرت خلال السنوات الماضية مئات الدنومات من أراضيها ومنعت من الوصول إليها نحن بقرار محكمة في 96 تم يقاف هذا الشارع لأنه غير قانوني لكن لجأ أقولها بطريقة أخرى تحت مسمى قرار عسكري أو أمن والآخرية هذا لا يحقق أمن بالنسبة للمستوطنين هذا شو علاقة الأمن؟ أمن المستوطني بأنك تمر من نص أرضي وتكتلع كل الأجزار لتحقق أمن المستوطنين هذا لا يحقق أمن المستوطن عملياً يعني أنت لو تتأمل المنطقة بتلاقي هذه حجي واهي سلطات الاحتلال تهدف من مصادرة أراضي من شوفي منع المزارعين من الوصول لأراضيهم لفلاحتها واستغلالها حيث من المتوقع أن تتسبب المصادرة بقطع مئات أشجار الزيتون وتدمير الأرض لصالح مشروع الطريق الاستطاني وهو ما يدفع الفعاليات في شوفي إلى رفض القرار والعمل على وقفه أنا أرض زراعية فيها زيتون رومي وتم تخريبها في المضاء والتجهيز لهذا الشارع حتى تم إيقافه زي ما كلنا هذه شوفي كما تلاحظون نحن في موقع بوابة أمامكم بوابة عسكرية وبرج عسكري في الخلف وبرج مراقبة ومركز تدريب ومستوطنة وقصة كبيرة جداً نحن نشعر بالاختناك حقيقة الوضع ليس بالوضع السهل تاريخياً خسرت قرية شوفي آلاف الدنومات من أراضيها لصالح قرارات المصادرة لأغراض عسكرية والبناء الاستطاني والقرار الجديد هو جزء من اعتداء متواصل بحق القرية لا يتوقف قرارات السلطات الاحتلال بالاستلاء على مزيد من أرضنا لصالح المستوطنين لن تزد أبناء شعبنا إلا ثباتاً وصموداً في مواجهة غول الاستطان إيهاب ضمير تلفزيون فلسطين من قرية شوفي جنوب شرق طول كرمى